بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال الله تعالى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يفن بعهد الله ولا ينقضون المثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوى الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة هذه الآيات المباركات الله سبحانه وتعالى وصف فيهم أصحاب العقول الراجحة أولو الألباب زكاهم أول شيء بعدين بدأ يوصف صفاتهم فأول صفة من صفاتهم في هذه الآيات المباركات أنهم أهل الوفاء بالعهود والوعود والمجتنبون عن الغدر والخيانة الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون المثاق فهم يلتزمون بكل عهد كل عهد ملتزمين به ما ينقضون هذه العهود ويحافظون على عهودهم مع الله مع الناس وأعظم العهود هو عهدهم مع الله التوحيد أن لا يشرك به شيئا يوحدوه يطيعوه والعقد والعهد الذي أخذ الله سبحانه وتعالى على بني آدم كما ذكره في آية أخرى في كتاب العزيز هو أن لا يشرك به شيئا فمن استقام على التوحيد ولا يشرك به شيء واستقام على طاعته فهو وفى بعهده وهذا من أشرف ما يوفى به ويستقام عليه وهكذا عهودهم مع الناس فيما بينهم وبين الناس ما ينقضون عهودهم ما ينقضون وعودهم لأنهم يعلمون أن نقضى العهد من صفات المنافقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا أتوا من خان آية المنافق الثلاث ووصفهم كذلك الله عز وجل بأنهم الذين يصلون الأرحام قالوا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل صلة الأرحام يحسنون إلى أرحامهم إلى إخوانهم إلى الوالدين بر الوالدين يعتنون بوالديهم إذا كبروا في السن ما يرمون في دار العجزة يحسنون إلى الناس كذلك بذل المعروف للفقراء للمحتاجين كل ما أمر الله به أن يوصل هم مبادرون له لا يتخلفون عنه سواء كان بالأعمال أو بالأقوال ووصفهم الله عز وجل أيضا قال والذين يخشون ربهم في كل حياتهم كل أعمالهم هم يخشون الله لأنهم ما يراقبون الناس يراقبون الله سبحانه وتعالى فهم على خير أمرهم على الخير على الاستقامة على السداد في حضور الناس أو في غياب الناس لا يمكن أن تتبدل أحوالهم لأنهم يستحذرون موقفهم يوم القيامة يوم القيامة عندما يظهر سوء الحساب لأولئك اللي نقضوا ما عهدوا الله عليه وغدروا بالناس خانوا بعباد الله فيخافون من هذا اليوم ذلك هم دائما يراقبون الله يخشون ربهم ولهذا دخلوا ممن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وهكذا هم يراقبون الله في كل أعمالهم لا يلتفتون إلى نظر الخلق حضروا أم غابوا ووصفهم الله عز وجل أيضا أنهم الذين قالوا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم كل ما أمر الله به الصبر هم يصبرون صبر على طاعة الله صبر عن المعصية صبر على أقدار الله المؤلمة في هذه الحياة فكل معاصي والذنوب يمتنعون منها ابتغاء وجه الله لمرضات الله لجزيل ثواب الله لله سبحانه وتعالى يبتعدون عن المعاصي ما يذنبون ما يعصون ما يقتربون من المحرمات والمخالفات الشرعية يصبرون الصبر على المعصية كذلك الصبر على الطاعة يصبرون على الطاعة كل ما كلفهم الله سبحانه وتعالى هم يصبرون عليه مهما يعني حتى ولو كانت في أول أمر فيه مشقة لكنهم يتلذذون بالطاعات مهما ثقلت كذلك صبرهم على أقدار الله المؤلمة في هذه الحياة يؤمنون بقضاء الله وقدري يحسنون الظن بالله مهما تحصل له من الأمور وإن تكره نفسهم فإنهم يحسنون الظن بالله لأنهم يعرفون عاقبتها خير ويعتقدون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله لم يقضي قضاء لعبده إلا وهو له خير فهم يرون فيه خير وإن كان في أوله يعني مؤلم كان في ظاهره موحش لكنهم يعرفون إن عقباها حميدة لذلك يجزيهم الله سبحانه وتعالى يعرفون العاقبة لله سبحانه وتعالى ويجزيهم الله سبحانه وتعالى بما صبروا صبروا كل أنواع الصبر فوعدهم الله ووعدوا الحق وقوله الصدق قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ووصفهم الله سبحانه وتعالى قال وأقاموا الصلاة فصلاة لعظمته وجلاله أقاموه ما قال يؤدوه لأن الموضوع ليست مجرد فقد تأديها تمشيت صلاة لا وإنما أقاموا الصلاة إقامة الصلاة يكون بأركانها وواجباتها وسننها في وقتها وبحدودها على الوجه الشرعي المرضي لذلك هم ينتفعون بالصلاة بل الصلاة صارت قرة عيونهم وبهجت نفوسهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة فهذا ميزان عظيم أيها الغالي إذا شفت نفسك مقبل ومحب للصلاة وعندك ارتياح كلما حضر وقت الصلاة وشفت نفسك في تشوق إلى الصلاة عندما تكون خارج وقت الصلاة فهذا دليل على سلامة قلبك وصحته ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل تعلق قلبه بالمساجد أو رجل قلبه معلق بالمساجد هذا كلما أقبل إلى الصلاة يقبل إلى الصلاة بوجه بشوش فرح مبتهج وإذا خرج من الصلاة كان خاطرهم متعلق بالصلاة لما بعده وهكذا على المرأة تقبل إلى الصلاة كلما حضر وقت الصلاة تكون متهيئة للصلاة إذا كانت في خارج الصلاة وهكذا كل مؤمن ومؤمنة قال تعالى وأقاموا الصلاة فيكون كل أمرهم مرتبط بالصلاة ومحور أعمالهم وتصرفاتهم مرتبط بالصلاة لا يمنعهم عن الصلاة مانع والله أعلم وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة